أكبر مجموعة من الأرقام للأفلام كانت لفيلم مش كائن فضائي موسيقى نحن نحن بالوقتين وراء الجيد شوية وندخل الطيارة أنا مجموعة جداً هروح ألمانيا زيارة دي هتكون الأول زيارة ليا أكتر من سعيدة أكتر من تحميسة لنا هروح شو بدايت شابل موسيقى محمد إبراهيم رئيس قسم العربي شرح لنا بداية القسم باعتباره هو الصوت الرسمي اللي بتوجيهه ألمانيا للجالات العربية في العالم والبلاد العربية يعني القطاع العام أو تلفزيونات القطاع العام في ألمانيا هي تلفزيونات تهدف لخدمة المواطن بدرجة الأولى وتضع نفسها تحت مسئولية المحاسبة من قبل المواطنين وليس من قبل السلطات التي تدعمها أو تقدم لها الأموال وهذا يعود بشكل أساسي إلى أن الحكومات الألمانية والأحزاب الألمانية تدرك أنها ليست مستمرة في هذا الحكم إلى ما لا نهاية موسيقى 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 المعلومات والراديو يسمعوها كتير وإنه يتبقى في كومبيتن مع الانلين طبعاً المعلومات كتيرة قوي قوي وعندهم تشلنجز كتير وإنه هما تكلمنا عن حورية الكلاق الخطاب وفي نفس الوقت بيستخدمها في محاربة الإرهاب والحاجات دي وإنه هما مادئياً ما بيحتموش غير بالشأن الألماني بس نحن فيلمقاه الت harmony 闌ودين in the news value theory so there is an important event an international conference that is a Portland of course they are presidents of many many countries so it's the number-one news art قناة RTL ZVAI كانت فعلاً دي بالنسبة لي من أكتر المحطات اللي أنا مبهرت بيها من ناحية التكنيكل من ناحية نوعية المحتوى طريقة التقديم أنا استفدت لغاية الوقتي من التورز اللي احنا خدناها في بيرلين عشان احنا روحنا قزاقناها منها برايفيت ومنها بابلك وفيه فرق جداً في التعامل ما بين البيت والبابلك بس الحاجة الكامل ما بينهم ان فيه مؤسسة ZDF وحنا فيها دخلنا شوفنا الستوديوز بتاعت المورنين شوز ودخلنا شوفنا الكنترول روم ودخلنا شوفنا التكنيكس اللي هما بيشتغلوا بيها والإكوابمنت اللي هما بيشتغلوا بيها وتشز حاجة كويسة انك تعرف انه يمكن عندنا في مصر بنشتغل بإكوابمنت أقل وبنطلع برضو شغل كويس بس وهم الناس دي متوفر لهم إمكانيات مش موجودة عندنا فده اللي بيخلي برضو شغلهم يطلع بشكل يمكن أحسن مننا شوية أنا ميلاندا كرين تيفي بريزنتر في دودش فيلا أصارت فيها ليه لأن هي أولا اشتغلت معانا على أن انتا كنت ريفيور جوه توك شو جوه موكا وريبورتر اللي هو الأصعب أو المرحلة الصعبة كلمتنا ازاي ان احنا نكتعامل مع المسولين And then once you've got that script be prepared to just throw it overboard if you have to cultural exchange is very very important and it's particularly important now despite the fact that we have internet هناك مناة التي تجعلنا ل Almost All of Us تتشاهد مرة أخرى عن م مجالاتين ونفس الوصول على الوقت الانتهاัد مباشرات التخولسة هو مطلب بشكل مختلفة المشاركة أثناء ترجمة الوصول على المعروض من نوع المموضوع عمل في مدى مدى لديك تجربة الأساسية في تحديث كثيرا في تحديث وحاولة تحديث بمعومة أشعر إلى المدى المعرفة إلى المدى. لقد فعلني أن جديدكم جيدةً وكأنه أحدهم جميع مزيداً وكثيرا هناك مدى جميع مدى بالجربة في هذا المدى في تساعد لتحرف الممكن للحديث عن الأمر بنفسي وعلى علاقات زروجة في المدينة عندما يتحدث فقط على صورة مناطق المتحدة التي لا يريد أن يكون دائماً ونكون من مؤسسة كما يفعلون الم happened to Germany التي تنظمها أون أكادميا للتعاون معها الجوية وزارة الخارجية الألمانية كانت فعلاً من أهم المحطات في حياتي الشخصية وفي تطلعي للمجال الإعلامي فرق كثير طبعا في التعرف على الثقافة الأخرى أو أحد أبرز الثقافات الأوروبية اللي هي ألمانيا واللي كان فعلا أن الاسكاجول منظم جدا ومستعرض كثير قوي حاجات يعني عدة قنوات من أبرز القنوات في ألمانيا رحناها وتعرفنا إزاي فعلا بينتجوا إزاي بيصوروا تنجلي بإمكاني التعرف عن الفرق تنجلي بإمكاني التعرف على الثقافات الأوروبية للعلمية في تطلعين جدا لأنجلي بأجباء سيطلعين بأجباء سيطلعين في تطلعين جدا بالنسبة لتعرفة سيطلعين في سيطلعين ومن ثم الأجزاء ومساعدة الأموات أعتقد أننا أصدقنا هذا ممتعاك لا نعرف يلاحظنا نحن لا يلاحظنا بيصور فبقا ينضح بالخطول البداية والأنوات والاكتبات الكرامية أعتقد أننا تمتعاً مق storyline ويطحت متأكداً لأnadى التعب الكرام نحن بجانب التطبيع لتأكيد من البداية ويقوم بخطائهم من الأمور لأننا نتراض الأمور هذا هي مجب�리ة نحن نتوجه من خطير بذاكوة يتكلمون على المساعدة المساعدة والذين يتكلمون على المساعدة المساعدة لذلك يوجد مواجهة لكل ساعة اليوم الرابع علينا في برلين من دون الرحلة بطريق الألمانيا كان اليوم عبارة عن تدريب في معهد جوتا إزاي تعمل موبايل ربورتينج تعمل كثيرا كل الوقت عندما يجب أن تضيف نعم تعلمنا فيها فكرة أنك تعمل ريبورتاج من أول وآخره بالموبايل الموضوع كان موضوع لأنه يمكن إحنا بنتعامل بالموبايل في حياتنا عادي بس ما بناعملهاش بشكل بروفاشينات من أول يوم لحد أخر يوم كانت منظمة بشكل رهيب كل حاجة كانت متقدم لنا الفاسيليتيز كانت متاحل لنا في الترانسبورتيشن في الأكموديشن بتاعتنا في كل حاجة بشكل مريح جدا إحنا فعلا ما شلناش هم حاجة من أول التريب لأخرها البروجرمز اللي كانت متنظمالنا برضو كانت مفيدة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر